كنت بقول لخضرتك أمير الكويت آي الخطاب شديد القوة شديد الشفافية يعني وكأنه يصدر من يعني طبعا يصدر من مواطن كويتي يعني معجون بدماء الكويت وعجنها لكن في نفس الوقت وكأنه بيطرح سقف عالي جدا أمام مجتمع عشائري قبل الطيار الإسلام السياسي السني والشيعي متغلغل في القوة السلفية لها تواجد عجيب وغريب كل ده هل يستطيع أمير الكويت تكتور محمد فريق في عز العرب أن يقدر يطيح بهؤلاء ولا الأمر في حاجة إلى ما ذلنا في حاجة إلى روية إلى هدوء الأمر التدريجي وهو لا يريد هذا سبيلا يريد المصالحة ولا يريد المصادمة شوف الشيخ نهو كان نهجه قبل أن يجي الشيخ عودة الصبز طبعا عودة الإنقضاد يستطيع طبعا لكن ده مرهوم ومرهوم بعدد من الاعتبارات مدى الالتفاف حوله من داخل الأسرة لها دي أول حاجة تماسك الأسرة وأبنائها وعناصرها لأن للأسف الحروب الداخلية من البعض منهم للحصول على بعض المناصب والمرحلة اللي جاية والاختراقات السلفية أخواني دي بقى تعالى بقى للتاني التواجد المجتمعي المتغلغل بالنسبة للإخوان والسلفيين حتى في الأسرة لا في تحالفات وقتية مع الأسرة لكن احنا بنتكلم حوالي المجتمع بنتكلم على قطاعات مختلفة فيه قطاعات مرتبطة بالتربية والتعليم والثقافة والشؤول الاجتماعية وقطاع النفط دول هما موجودين يعني احنا كنا في فترة كده ساعة المشكلة اللي مع قطر وبنقول مين اللي مسيطر هل الإخوان هما اللي مسيطرين على قطر ولا قطر هلا جاي من الأسرة لكن الجنوح الإخواني لأن الأربع هجرات للإخوان وخرجهم من دول يعني الموجة الأولى للهجرة اللي خرجت من مصر فعاد رئيس عبد الناصر في الخمسينات والستينات راحت لدول دول الخليج وفي مقدمتها الكويت المجموعة الثانية بعد أحداث حماة في سوريا في 82 الكويت طرد الإخوان بتوع حماس والإخوان من الأردن في 99 راحوا لبعض الدول الخليج ومنها الكويت وحتى الموجة الرابعة اللي خرجت من مصر واللي عايز أقول له لحضرتك في بعض العمليات الإرهابية كان هناك ملاحظة بالنسبة للقاهرة إن هناك تورط من عناصر أمنية متحلفة مع عناصر إخوانية على أحد العمليات في مصر وأنا أعتقد كان أمنية كويتية طبعا طبعا كان فيه تورط والقاهرة تم إبلاغ الكويت خلال عهد الشيخ صباح الأحمد وأنا أعتقد تم الوصول للهدف بشكل كبير في هذا الصيام وبالتالي الوجود الإخواني داخل المجتمع وتغلغله ده بقى ده الجهاد الأكبر ده المعرقة الرئيسية لأنك هتقدر اللي هي لأن ده موجود وداخل دولة وتغلغ المجتمع لو تمكت وتمكت فإزاي اللي أنت أولا ما تخلغوش في القطاعات الرئيسية إزاي اللي أنت تقضي وتراجع مكتسباته بدرغة كبيرة ده التحدي التالي التحدي التالي إزاي اللي أنت تخلق رأي عام زي محرك وتقول وده اللي بيعمله الشيخ صباح أنه هو هل أنا عايز البلد ولا أنا عايز نهج الإخوان يعني الطريق اللي هم عايزينه اللي هو رغب للسلطة هل الكويت أم الإخوان اللي هو عايز يعمل سياسة أقرب لقونه عليه سياسة الاحتشام منع الاختلاط فرض أداب عامة ده السعودية اللي كان فيها حال الجمهور بتتغير بدرجة كبيرة هل الكويت والحريات أو البنات عايز تعمل ارتداد ليها بدرجة كبيرة في السياق بيحاول أنه هو يتغير فلازم دي حملة فيها جزء منها مرتبط حملة إعلام تابع للدولة يبين الشكل المجتمع وطريقة إدارة الدولة اللي الجماعة دي عايز عنها لإن اللي بيحصل يا سيد إبراهيل إن الإجراءات دي لو لم يتم اتخاذها إحنا كده ما بنتكلمش في دولة إحنا بنتكلم بقى ولا في شركة إحنا بنتكلم بقى بساحات لعب يعني صحات مصاطب اللي إنت طول الوقت ده عجبني ده مش عجبني لا أغير لا مش هغير ده عجبني بتقول لي إنه العمير باش عجبني